الوكالة الوطنية لتشغيل لانيم تصدر بيانا جديد بشأن تجديد البطاقات السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل إشعارات قناتنا كشفت الوكالة الوطنية لتشغيل لانيم اليوم الثلاثة الموافق لسبع جوان 2022 على أنه سيتم تجديد بطاقات التسجيل في مكاتبها لجميع طالبي العمل وهذا تلقائيا من دون الحاجة للتنقل إلى المكاتب كما أوضحت وكالة تشغيل لانيم في بيان لها أن بطاقات التسجيل التي تنتهي صلاحيتها بين 6 جوان و30 جوان الجاري ستجدد تلقائيا دون الذهاب لتجديدها لأن البعض ينسى ويتهاون في تاريخ التجديد وفي هذا الصدد دعت الوكالة الوطنية لتشغيل طالبي العمل المسجلين لتفادي التوجه إلى ملحقاتها المحلية أهناوش اللي حب يقول حبت تخبركم وكالة تشغيل لانيم بيلي منع وطلع من تاريخ سبعة جوية 2022 وطلع راح ينيويلي وهوما يجددو لكم البطاقات التسجيل سما ما كالة تروحون توم المكاتب تحموا ما كالة تشقاو سيرتول يسكنوا بعد كاين تانيلي ينسى لادات وتعوا وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة تسجيل تاعوا هنا وكالة تشغيل راح ينيديروا برنامج هذا البرنامج يولي برنامج أوتوماتيكي سما كل واحد يوصل لتاريخ صلاحية البطاقة تاعوا هذا البرنامج ولا هوما راح ينيجددوها من تلقائي نفسها سما عندهم راح ينيجددوها سما تماما تروحوا ما تشقاو ما والو سيرتول الناس اللي الصلاحية تاع بطاقة تسجيل تاح متخلص بين ستاولو تخونت شوان سما قالك باللي ما كالة تشقا راح ينيجددوها هذا هو جديد منحة البيطالة اللي صدر في سبعة جوية يوم الثولة 2022 نكون هنا قد وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا استفدتوا منه لا تبخلوا علينا بالضغط على الإعجاب وهذا تشجيع لنا لعرض المزيد دمتم في رعاية الله وحفظه سلام